دقة ساعة التاسعة نسيب حضرتكم دلاتي مع موجز الأهم وإخير الأنباء مع هالا تفضلي هالا شكرا فسند التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة المتابعة لجهود تقنين أوضاع المواطنين وإنهاء ممارسات الاستلاء على أراضي الدولة بمختلف محافظات الجمهورية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين واسترداد أراضي الدولة بمختلف المحافظات حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين بما يحقق مصالح المواطنين والمصلحة العامة هذا وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول أيضا حالات التصالح حيث تم استعراض نتائج الجهود الجارية للحفاظ على حقوق الدولة والشعب وحماية الأراضي الزراعية أكد الرئيس السيسي دعم مصر الثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق جاء ذلك خلال استقباله للرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث أعرب الرئيس السيسي عن ترحيب مصر باستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي انعقد بمدينة العالمين الجديدة بحضور الرئيس الفلسطيني هذا وأوضح متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد أيضا مناقشة سبل تنسيق المواقف والرؤى إذا أعدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية حيث تم التجديد على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجهود لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين من جانبه توجه الرئيس الفلسطيني بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي على استضافة مصر لهذا الاجتماع المهم واحتضانها التاريخي للقضية الفلسطينية وللشواغل الشعب الفلسطيني أعلن الجيش الروسي ومسؤولون في العاصمة الروسية موسكو إسقاط عدد من الطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة مشيرين إلى أن إحدى الطائرات أفلتت من الدفاعات وضربت مبنى شاهقا كان قد استودف في وقت سابق خلال الأسبوع المنقضي وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أحبطت هجوما إرهابيا على حد وصفها من قبل نظام الكياب وأسقطت طائرتين مسيرتين في الضواحي الواقعة إلى الغرب من وسط المدينة وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة مسيرة أخرى أصيبت بأجهزة إلكترونية لاسلكية وعندما خرجت عن السيطرة تحطمت في منطقة مجمع المباني غير السكنية في موكفا سيتي ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وكالات أمناء روسية أن ستة أشخاص لقوا حتفهم في قصف أوكراني على مدينة دونسك وقرية في منطقة زابوريجيا يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب أحد عشر أخرون في قصف أوكراني لمدينة دونسك حيث قال رئيس المناطق التي تسيطر عليها روسيا في دونسك أن الضحايا سقطوا بعد أن أصابت قذائف أوكرانية حفلة مدنية فيما أشار حاكم منطقة زابوريجيا إلى أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب نحو خمسة عشر بعد قصف أوكراني لمدجر المحلي في قرية بسان أعلن الجيش الأمريكي أن رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي تحدث هرفيا مع رئيس أركان جيش النيجر عيسى عبدالصديق قبل أيام وقال متحدث باسم الجيش الأمريكي أن الاتصال تناول مناقشة سبل سلامة المواطنين الأمريكيين وكذلك الوضع في النيجر أعلنت الولايات المتحدة أنها ستدعم نشر قوة شرطة متعددة الجنسيات بقيادة كينيا في هيتي متعحدة بأن تقود الجهود في مجلس الأمن الدولي لإصدار التفويد لها وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة ملتزمة بإيجاد الموارد لدعم هذه القوة المتعددة الجنسيات مضيفا أنه من السابق لأوانه تحديد ما هي المساعدات سواء المالية أو المادية التي يمكن أن تقدمها واشنطن أوسى خبراء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بإدراج مدينة البندقية وبحيرتها على قائمة المنظمة للتراث العالمي المعرض للخطر مشيرة إلى أن إيطاليا لا تفعل ما يكفي لحماية المدينة من أثر تغير المناخ والسياحة الجماهيرية وقالت اليونسكو أن التدابير التصحيحية المقترحة من إيطاليا غير كافية وليست مفصلة بما يكفي في الوقت الحالي وأضافت أن إيطاليا لا تتواصل بصورة مستدامة وبناءة منذ آخر جلسة لها في اللجنة في عام 2021 حينما هددت اليونسكو بالفعل بوضع البندقية على القائمة السوداء ورياضيا أعلن نادي تحاد جد السعودي التعاقد مع الدولي البرازيلي فابينو لاعب ليفربول الإنجليزي وأوضح تحاد جد أن فابينو وقع عقدا مع الفريق يمتد لمدة ثلاث سنوات دون الكشف عن الجوانب المادية إلا أن تقارير صحفية ذكرت أن ليفربول سيحصل على 45 مليون يورو مقابل بيع فابينو انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا ماصر